بسم الله الرحمن الرحيم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا وكل من قرية أهلك ما هم فجاء هم بأسنا بياتا أم قائم فما كان دعوناهم إذ جاءهم بأسنا وإلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولمسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا ظائدين والوزن يومئذ الحق فمن فطلت مواسينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت مواسينه فأولئك الذين فسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يؤلمون ولقد مكناكم في أرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشتوا ولقد غلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للمائك تسجدوا لآدم فسجدوا إلا أنا إبليز لم يكن من السناجين قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرت قال أنا خير منه غلقتني بالنار وغلقته من طير قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم سراطك المستقيم ثم لآتين لهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن عمانهم وعن شفائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال فرج منها مهوبا مدخورا لمن تبعك منهم لأمأن جهنم منكم مجمعين ويا آدم اسكم أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شكتنا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس له الشيطان ليبذي لهما ما أوري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكنا ربكما عن هذه شجرة إلا أن تكون ملكي أو تكون من الخالدين وقال سمهما إني لكما لمن الناصفين فدلاهما بغرور فلما داق الشجرة بدت لهما سواتهما وطفطا يغسفان عليهما من ورق الجنة ولا داهما رقهما ألم أنهكما وعن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ضلنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تقلون وفيها تنوتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسي وعي سواتكم وريشا والباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم شيطان كما كما أخرج بويكم من الجنة ينزع عليهما لباسهما ليريهما سؤاتهما إنه يراكم هو وطعيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاقشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يمر بالفحشة أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقص واقيم وجوهكم عند كل مسجد ودعوهم مخلصين له الدين كما بدأهم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج العباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحالة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفراحش ما ظهر منها وما بطل والإذن والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذن لأمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا لا يستخدمون يا بني آدم إن ما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذلوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون فمن مظلم منا افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءت رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قالوا ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت افتها حتى إذا دارتوا فيها جميعا قال كفاهم لأولئهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعفا ولكن لا تعلنوا وقال كولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فدوقوا العذاب لما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السراء ولا يدخلون الجنة حتى يرجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غراش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا نسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالبون ونسعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أنهدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلتموا الجنة أولتموها بما كنتم تعملون ولا داننا أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم سأدنا نؤدن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يفدون عن سبيل الله ويرضونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيمناهم ونهدوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لن يدخلوها لن يدخلوها وهم يطمعون وإذا شرفت بصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهابنا وإلينا قصنتم لا يناله الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنوا ولا دانا أصحاب الماء أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغلطهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لطور الله يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذي لنسوه من قبل قد جاء الرسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعا ما فيشفعوا لنا فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وطل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السموات ويرضع ما بينهما ما في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار يطلبه حفيسا والشمس والقمر والنجوم مسحرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا أباكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاقها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين هو الذي يرسل الرياح رشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلنا سحرا ثقالا سخناه لبلد ميت فأنسلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف آيات قوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس في ضلالته ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصف لكم وأعلموا من الله ما لا تعلمون أو عجلتم أن جاءها أكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوا فأنجلناه والذين معهم في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمير وإلى عهاد نخاهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقوا قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس في سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصف أمير أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم وادكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بص فكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قال قد وطع عليكم من ربكم رجئس وغضب أتجادلونني في أسماء إن سميتموها سميتموها وأنتم وأبناءكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وقضعنا ذاكر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثرود أخاهم صالحا قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه نافة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخدكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتمحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعفوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه والذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بها أرسل به مؤمنون فعقروا ما قتو عتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اقتنا بما تعيدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الوجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصرت لكم ولكن لا تحبون الناصفين ونطي قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم غرم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطارا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأروفوا الكيل والميزان ولا تلخصوا الناس أشياءه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلافها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واضكروا إن كنتم قليلا فكثركم وأنظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصدروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاتمين قال المله الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قالا ولو كنا كارهين قد اثرينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشغى الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افته بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا لئن اتبعتم شعيبا إن لكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يرنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أدلتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسان على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعل لهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفروا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والصراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقون فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيئة وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدن الذين يريثون الأرض من بعد أهلها أن لهم شاء وأصبناهم بذنوبهم ونقبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جناءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعثهم موسى بآياتنا وإلى فرعون وملئه فظلموا بها فانبر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جيتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرام رائل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدناء لحاشرين يتوك بكل ساحر عليم وجاء ساحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقيين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجمعوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقى ثم يغفقون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانطلبوا الصادرين وألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لو صلبنكم مجمعين قالوا إننا إلى ربنا ننطلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فلعون أتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدركوا آلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحين السناءهم وإنا فوقهم طاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشهر من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون فإذا جاءتوا الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا يقننا قائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نأمل لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والطفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني صرارين فلما كشفنا عنهم الرجز إلى ما أجل هم بالغون إذا هم ينكثون فانتقلنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعقفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إنها أولماء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قالا غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإن أنجيناكم من آل فرعون يسؤمونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون رساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلته وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب يعني أنظر إليه قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وفر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا رسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخد ما آتيتك وقم من الشهام كريم وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فاخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في المرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل المشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبيطت أعمالهم هل يجزون إلى ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حريهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالون إن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا للكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه ربان أسفا قال بئس ما خلقتمني من بعده أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجروه إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراقمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضبهم من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور وحيد ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشمالا وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إلا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشعرها ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويرتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهماهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحلم عليهم الخبرائد ويضع عنهم إشرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين أعملوا به وعزروه ونشروه واتبعوا النور الذي أنزل مع أولئك هم المفلحون قل ينا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أيضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتين عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل له اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطا وادخلوا البهر سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله ملكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسعوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوم وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بهيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نروا عنهم قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأدن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذون ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تاقلوا والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ لتقل الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إن منا أشرك آبنا أنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فتولكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واثلوا عليهم نبع الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعه وعلى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلغف أو تتركه يلغف ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدين ومن يغلل فأولئك هم الخاصرون ولقد ذرنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آيون لا يرصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كان أنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ومن من خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إنه وإلا نذير النبي أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأنعصنا أن يكون قد اغترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمه يسألونك عن السماعة أيانا رساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا له فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتا يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرم إلى ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السبو إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا ليكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركنا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أن يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتمهم أم أنتم صابتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل ينشون بها أم لهم أيدي يبضشون بها أم لهم آيون يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قلدوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنذرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينسى ظنك من الشيطان مزرون فاستعب بالله إنه سميع عليم إن الذين تقوا إذا مسهم طارائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمتونهم في الغي ثم لا يبصرون وإذا لم تاتهم بآية قالوا لولا اجتبهتها قل إنما أتبع ما يوحنها إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وابكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون شكرا لكم